جهد رئيس الوزراء حيدر العبادي لتعزيز وتقوية العلاقات مع السعوديين هذا أمر مستمر منذ الأخير السنة والعلاقات طبعا لها أهمية بحد ذاتها أهمية ديبلوماسية أهمية اقتصادية بالنسبة للعراك وتبعا أيضا بالنسبة للسعوديين ولكن لها مسلحة وأهمية استراتيجية أيضا يعني هي العلاقات الموازنة إذا تريد للعلاقات الإراقية الإيرانية الإراقيين وعلى رأسهم حيدر العبادي رئيس الوزراء يخفون من التدخل الإيراني في السياسة الإراقية ويخفون من زيادة التدخل في المراحل القادمة يعني بعد تفكيك بعد الميليشيات المسلحة المقربة من إيران ودخولهم إلى الساحة سياسية وصاحة الاستراتيجية الإراقية هم يخفون من تعزيز مكانة الإيرانيين ومكانة بالتحديد الحرس الثوري الإيراني يخفون من ذلك ويريدون موازنة ميزانيات القوى في المنطقة وميزانيات القوى الداخلية في العراق بالتقارب إلى السعوديين وهذا يعني جهد مستمر من قبل رئيس الوزراء العراقي ومن قبل المجموعة الحاكمة حاليا في العراق وتبعا لها مواردين أيضا داخل الإساحة السياسية مثل رئيس الوزراء السابق نور المالكي المقرب جدا من تهران